السلام عليكم زي ما بين كده في المقدمة نحن هنعمل النهاردة مع بعض الجواكا مولي او صلصف الجواكا مولي او تغميسة الجواكا مولي اللي هي اصلها بتبقى من الافوكادو وطبعا كلنا عايفين فوائد الافوكادو وفرصة بنحنا ندخله ونعمله فاكلنا لان احنا مش بنعمله كتير واحنا بنشوفها دايما في المطاعم المكسيكية والامريكية مع الفاهيتة والمشويات هنعملها النهاردة بمنتهى السهولة سواء هنعملها عاشها او ابيتايزر او لما يكون عندنا حفلة كتغميسة يلا بينا نشوف مكوناتها مكوناتها كلها موجودة عندنا عادي في البيت معادة طبعا الافوكادو غير كده كل حاجة موجودة هحتاج هنا اتنين من الافوكادو هحتاج فلفل الوان ما عندناش الوان مش مشكلة علاقة كبيرة كمون طماطم متقطعة صغير على قد ما نقدر وعندي بصلة مفرومة او متقطعة صغير على قد ما نقدر وعندي الافوكادو لازم يكون مستوي وعندي عصير لونة كبيرة هقطع بقى الافوكادو وهاخليه بصوه من جوه مستوي ماينفعش خالص صلصة كباكومولي من غير ما يكون مستوي لانه هتبوس معي ومش هتهرس معي بسهولة هبتدي خليه انا عايز القشرة دي او ترموها هنستخدمها مع بعض في التقديم هبتدي بقى اخليه هولس هو لما بيبقى مستوي بيتخلي بمنتهى السهولة والبذرة بتطلع منه بمنتهى السهولة اهم حاجة هنزل بعصير اللمونة الكبيرة اول خطوة عشان احافظ على لونه اخضر ما يسودش مني هبتدي اهرسها بصري بتتهرس بسرعة ازاي اهم حاجة لو اللمونة اللي عندك مش كبيرة هتستخدمي لامونتين لامونتين ونص بنص صغيرين عشان مهمة قابي انها تحافظ على اللون هنزل بقى بالبصلة المفرومة والفلفل الوان والطماطم المفرومة كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي وطبعا لو عايزة تستغني عن اي حاجة منهم برحتك ملح وفلفل اسود وطبعا معلقة الكمون الكبيرة اللي بتديله الطعم الجميل هقلب بقى كل المكونات مع بعض كويس قوي لان انا عايزة الخضار يبقى داخل جوه الافوكادو ما يبقى الظاهر هام الصلاطة عايزة يبقى مستخبي جوه الافوكادو الى حد الماء عشان كده انا هستخدم البتاعة اللي انا بحرس بيها او الهراسة وحدخل الخضار جوه شوية مش ههرسه خالص انا بس بضغطه ضغطه جوه كده عشان يدخل جوه الافوكادو يتجانس معي خلصنا كل الخطوات معادة خطوة واحدة هنعملها دلوقتي بس بتأكد ان قوامه مست نفسه كده يعتبر قوام مش ناعم قوام خشن شوية وبعدين هنروح لاخر خطوة اهو ده شكله هنروح لاخر خطوة اللي هي الكوزبرة الفراش الكوزبرة الفراش بتديله طعم بتاخده في حتة تانية خاص هننزل بالكوزبرة الخضر الفراش ونقلب وبكده يكون جاهز عندنا بس هنسيبه في التلاجة يعني ثلاث لأربع ساعات قبل التقديم وهيكون جاهز وجميل جدا انا بستخدم الاكواب بتاعت الافوكادو نفسه بستخدمها ككوباية القشرة اللي قلتلكم او اعترموها بحط فيها الافوكادو في التقديم بيبقى شكلها حلوة قوي زي ما هو باين عندكم كده وبحط الناتشوس بقى بس قبل التقديم على طول عشان ما يدوبهوش عشان اللمون والحاجات اللي جواه ممكن تخليه طريق اشتركوا في القناة وفعلوا الجراز عشان يجيلكوا كل الحاجات الجديدة اللي هنعملها هنعمل كل اكل المطاعم اللي احنا بنحبها هنجيب المطعم لحد البيت باي باي اشتركوا في القناة موسيقى